هنبدأ مع بعض فيديو كده ازاي نعمل بس من الاول للاخر وندخل فيه احمال الزلازل وندخل فيه احمال الرياح. بكل التفاصيل بقى بتاعتهم من الاول خالص لاخر. المواضل اللي هنشتغل عليه عندنا سقف كده بسيط خالص. نعلي الابعاد بتاعته وعطيني هنا شوية تفاصيل. ابعاد الاعمدة كلها تلاتين في سبعين الكاميرات خمسة عارشين في ستين كونكريت سي فورتي. طبعا كونسيدر ويند لودز والإيرثيكويكس هندخلهم. عطيني اللايف لود باتنين ونص كده ونيوتن. وناخد بالنا كده عشان احنا نعرف اليونيت. الوال لود والكافر. واعطيني هنا ادي السقف وادي تليه الابعاد بتاعته. هنبدأ كده مع بعض. هاجي اقول له ان انا عايز اعمل new model. اول حاجة بنزبطها هي اليونيت. احنا شغالين هنا ايه كيلو نيوتن متر. ما تنساش اليونيت عشان الدنيا ما تبقاش بايسة معاك. انا هبدأ ببلانك. فاضي. هقفل كده الويندو دي. بيتفضل عندي الويندو دي. حاجة هدوس right click. وهقول له edit grade data. modify show system. عندي x والy والz. هبدأ ازود واحد كده على اقل في كل واحد. وروح اشوف انا محتاج ايه. انا في اتجاه الاكس عندي اكس وبعدين ستة اربعة ونص خمسة. وفي اتجاه الواي ده plan. فانا شغال اكس واي. مدام انا عندي شغال على plan يبقى انا شغال على اتجاه اكس واتجاه واي. في اتجاه واي عندي سبعة وبعد كده خمسة. احنا شغالين النقطة الزيرو بتاعتنا بنعتبرها هي النقطة دي. اللي هي شمال تحت. فهجي كده في الاكس هزود حول اربعة. يبقى انا عندي في الاكس ستة وبعدين اربعة ونص وبعدين خمسة وبعدين زيرو. بس قبل ما ابدأ هخليها spacing spacing اسهل طبعا. ما بتعملها spacing بتلاقي الجريدز اللي احنا زودناه مراحه فهنزودهم. هو يبقى انا عندي ستة وبعدين اربعة ونص وبعدين خمسة يبقى اربعة ونص ولازم تدوس enter خمسة enter ولازم تنهي بزيرو. لازم مدام انت مختار spacing يبقى اخر جريده عندك بكام بزيرو. هجي في الواي هزود اتنين كده عندي في الواي من تحت اهو سبعة وبعدين خمسة. فهجي كده اول واحد سبعة دوس enter خمسة دوس انتر وزيرو طيب. الزد خلي دلوقتي هنبقى نزوده بعدين خلينا شغالين كده من غير زد دلوقتي خلينا شغالين يعني ان زد هو واحد بس عند الزيرو. ونقول له ايه? اوكي. اقول له اوكي. هتلاقي عندي هون فهجيب كده كل شغلي فين? على اكس واي. زي ما قلت لك ده بلاني وانا شغال على اكس واي. زبط خلينا نشوف كده مقاس الحيطة دي. انا عندي دي وول. بتاعها هقدل بيم. دي اربعة تقريبا هي من الاس من الاكس. هي اربعة متر. الحيطة دي اربعة متر. معلومة بقى وملحوظة كده الكل ياخد بالو منها ويكتبها ورائي. دلوقتي مادام عندك حيطة لازم تقسم عندها. حتى لو هو على الاكسات مش مقسمها له. وهنفهم قدام ليه هبقى قولك ساعتها. بس تاني مادام عندك حيطة لازم تعمل اكس عندها. يبقى معنا كده الاكس الاولين هيبقى اربعة وهيتفضل من السبع كامل تلاتة. وتعالا كده نرجع نعدلها. هجيب هون. رايت كليك. ادت جريد داتا. موديفاي. انا بشتغل معاك اهو كاينك انت اللي شغاله بقولك تاخد منك تاخد بالك من ايه. فهجيب سبيسنج تاني. وهزود واحد ايه هنا. وهزبطها بقى تاني باربعة. وبعدين تلاتة. وبعدين خمسة. وبعدين زيرو. ليه التقسيمة دي? لان انت اي حيطة تطبيلك لازم تقسم عندها. وهقول كده ايه? اوكي. اوكي. اعطاني التقسيمة. ماشي. هنبدأ بخطوات ثابتة. دايما. بنبدأ بقايمة اول حاجة. احنا شغالين خرصانة ولا ستيل? خرصانة اللي هي 4000 PSI. فهقول له موديفاي شو ماتيريال. احنا قلنا كونكريت سي فورتي. يبقى انا سي. هسميها سي فورتي. الاسامي مهمة اوي. ان انا سمي صح. كيلو نيوتن الويت بريونت بوليوم بالكيلو نيوتن خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. الموديلس وفي الاستيستي. اربعة تلاف وربعمية روت اف سي. لو جيت كده حسبتها على الكالكليتر وخط او الرقمين هتلاقي تو سيفن ايت فانا باخد كانها توينتي ايت. هغير كده دول خليهم توينتي ايت. والباقي دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. خليهم اصفار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. انا باعلمك برضو بحيس انت لو نسيت الكونكريت بيبوا ستة اصفار في الكيلو نيوتن لان هما بيبوا خمسة لو احنا بالطن. هاجي هنا كل حاجة بسيبها زي ما هي هاجي تحت واخليها الكونكريت كومبريسيب سترنت. او بوينت ايت. في اربعين. هيبقى اتنين وتلاتين. انا باجي هنا. هو ايه لسي فورتي في السؤال. كان هنا. اقل ان انت هتشتغل بكونكريت سي فورتي. وانا بحطها هنا بضربها في او بوينت ايت فا او بوينت ايت فاربعين يبقى اتنين وتلاتين. فاخلي اتنين وتلاتين. واخلي الباقي دول زيروس. كام سفر واحد اتنين تلاتة. برضو نفس الكلام هنا اتنين وتلاتين وتلاتة دسوق. اقول له. اوكي. حاول بسرعة كده. يبقى الويت بريونت خمسة وعشرين وغيرت الاسم. هنا اربعة تلاف وربعمية روت اف سي. او ممكن تاخدها رقم من واحد وعشرين لتمانية وعشرين. وجنبها ست اصفار مدام شغالين بالكيلو نيوتن. لو شغالين بالطان يبقى خمس اصفار. خدها اي رقم واحد وعشرين اتنين وعشرين اربعة وعشرين. لو انت مش عايز تحسبها تقريبا كله صح. الكونكريت الاف سي بنكتبها هنا او بوينت ايت في اللي هو عطيه لي او بوينت ايت فيه اربعين باثنين وثلاثين. وجنبها تلات اصفار لو انا شغال بالكيلو نيوتر. واقول له او كي. يبقى دي اول حاجة الماتري. تاني حاجة عندنا ديفاين سكشن بروبرتز الفريم سكشنز. هنا ببدأ اعرف الفريم سكشنز اللي عندي. عندك الاعمدة وعندك الكاميرات. الاعمدة تلاتين في سبعين والكاميرات خمسة وعشرين في سبعين. حاجة هنا اقول له. اد نيو بروبرتي. نوعها. كونكريت. ريكتانجلر. اول حاجة هنا هقول له كولوم. سي. تلاتين في سبعين. بصوا. اي حاجة تكتبها هيبقى احسن. الدبس بدخل فيه البعض الكبير اللي هو اللي هو 0.7 لان اح شغالين بالمتر. و الوث 0.3 لان احنا فرض شغالين بالمتر. الماتيريال تتأكد ان هي كونكريت. لها C40. كونكريت رينفورسمينت. حاجة هنا هتأكد ان هو و اقول له اوكي. وهاجة هنا هقول له اوكي. هقول له اد نيو بروبرتي. كونكريت ريكتانجلر. دي البيم. بي. خمسة عشرين في ستين. فقول له هنا دبس 0.6 و الوث 0.25. كونكريت رينفورسمينت. هقول له ان دي بيم. اوكي. حاجة في الموديفيرز. واخلي. المومنت اوكي. 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 يبقى انا كده عملت بتاعتي اللي هو العمود والكور. في بس ايه موديفير نسناه كده. هرجع كده فريم سكشنز. هخش على الكلوم. modify. في الموديفيرز. احنا بنخلي كلها يزم ايه بس نخلي التورشن بس هو اللي بزيره. اوكي. يبقى دا هنزودها على الكورب. طيب. هرجع تاني بس المرة دي بقى AREA SECTIONS AREA SECTIONS اللي عندي هي بتبقى SLAPS البلطات والWALLS اللي هي الحوائط الخرصانة الحوائط الخرصانة تاني مش الحوائط بتاعتنا العادية لأ الحوائط الخرصانة هقول له ADD NEW SECTION عندي أنا الSLAPS اللي عندي عبارة عن ايه؟ عندي 1S20, 1S14, 1S16 هزوت دول الأول فهقول له S20 SHELSEN بس معلم عليها Thickness 0.2 في البندن وفي الممبرين 0.2 هتأكد ان C40 هخش عال واخلي البندن 0.35 0.35 و12 الموديفيرز دي عبارة عن ايه؟ دي رقم لان احنا عارفين احنا وكلنا المفروض واخدين RC وفاهمين ان الكطاع بتاعنا عبارة عن Cracked Section Cracked Section يعني مش الكطاع كله شغال معايا في جزء منه بس اللي شغال فده انا بقوله للساب بفاهمهوله ان ده Cracked Section مش كله شغال معايا فانا بدخله modifier اللي هو متاخدش القطاع كله خد جزء منه ففيه ناس بتدخله 0.5 فيه ناس بتدخله 0.35 فاحنا بندخله في البيمز 0.5 وابنيجي في السلاب 0.35 ورغم ان احنا هنا ممكن برضه 0.5 وقل له وقل له فيه بقى حاجه تسرع للدنيا شوية اختاره كده اقول له Add copy of section ليه copy؟ هفاهمك هقول له S16 واجي هنا غير 0.16 0.16 بص لما قلت له هتلاقي الموديفايرز مش هتعد تكتبها تاني فانت تبقى متطمم بقى هقول له Add copy S14 هنا 0.14 0.14 وموديفايرز هتلاقيها متزبطة اوكي يبقى انا كده عملت السلابس عايز اشوف الوال فدي هي بنفس عرض الكاميرا هي يبقى انا مش عاطيها لك على فكرة في Givens بس انت تعرفها من الشكل Thickness بتاعها ونفس Thickness الكاميرات الكاميرات بتاعتنا عرضها 25 فانا هاجي كده اقول له Add new section Add بقى new ماينفعش Add copy لان الوال زي العمود مش بنحط لها موديفايرز غير في التورشن فهاجي هنا اقول له wall 25 يبقى الممبرين Thickness 0.25 موديفايرز م واحد واحد وم اتنين اتنين بس سيبه زي ما م واحد اتنين بس بخليه زيرو اللي هو بتاع التورشن برضو زي ما عملت كده ايه للعمود واقول له اوكي واجي هنا هقول له اوكي يبقى انا كده دخلت كل sections بتاعتي حاجي بعد كده في define برضو load patterns dead load بسيبه زي ما هو مفوش مشكلة حاجي عندي في احنا دلوقتي قدامنا كزا طريقا احنا اي حاجة dead نعتبارها dead cover وال dead وكل ده يقما نعمل لكل حاجة pattern انا بفضل ان احنا نفصل عشان ما اطلغ بقش فهخلي dead زي ما هو وهدخل كمان cover ونوع dead بس self weight multiplier بزيرو ما ينفعش خلي اي self weight multiplier بone غير في dead بس وهقول له add وعندي واحد اسمه wall انا راييه تعمل كده مشان ما تتلغبطش ولا تبقى مضطر انك تعمل انك تحط load على load او تجمع او كده لا اعمل لكل load هو عطيه لك load pattern الواحدة اهم حاجة تتأكد منها ان self weight multiplier بتاعهم كلهم بزيرو معدد dead بواحد عندي كمان live بس ال type بتاعه live اقول له add حكتفي بدول وحنرجع نكمل على موضوع load pattern ده تاني اقول له او كي كده انا خلصت الجزء جزء من define دلوقتي خطوة ان انا ارسم ركز معايا بقى هرسم ازاي اول حاجة انا هرسمها هي السلابس حاجة ارسم السلابس من العلامة دي لو draw poly area برسم ازاي برسم عكس ساعة قارب الساعة طيب اروح اشوف كده فين ال S20 اهي كل دي S20 كل دي S20 الاحسن ترسم على التقسيمات اللي انت عاملها دي عكس ساعة قارب الساعة بعد ما تخلص اخر واحد تدوس انتر احاو دوس انتر احاو حاجة ساعة قارب الساعة تارجل شوية ودوس انتر ده كده ال S20 الجزء اللي تحت ده الجزء اللي تحت ده S16 حاجة بقى هنا احاو هغير دي واخليها بدل S20 S16 وبرضو ارسم على التقسيمة دي وده بقى مهمة اوي ودوس انتر وده برضو S16 ودوس انتر اللي هناك في الاخر S16 احاو اللي في النص S14 اخليها S14 وابدع رسم انتر ودوس انتر وبعد كده انا كده رسمت كله طب عايز اتأكد ان انا رسمتهم مظبوطين هعمل ايه؟ من علامة الصح دي اللي هي Set Display Options هفتحها وهقول له بيين لي في ال Areas تحت كلمة ال Areas بيين لي sections وقول له اوكي لا S20 S16 S14 يبقى انا كده رسمت صح عايز بعد كده ارسم ال Beams فهاجي اقول له هنا Draw Frame مش هرسم بالعمود طبعا هرسم بايه؟ هرسم بال Beams فهعمل ايه؟ هاجي ارسم كده بيم من الاول للاخر وهندي بيم كمان هنا وعندي بيم هنا وعندي بيم هنا وعندي بيم هنا هعمل معلش Control Z Control Z Control Z همساهم كلهم ورسمهم همتين هقول لك لي دلوقتي حاجي هنا ارسم بيم او بي واحد ودي التانية ودي التالت ودي التالت خد بالك بقى انا دست سكيب دلوقتي انا رسمت كم واحدة رسمت تلاتة ليه رسمت تلاتة لان هنا في الجزء اللي على الشمال في عندك هنا غلطة كبيرة بيعملها ناس كتير ان هو بيجي يرسم بيم على الول غلط غلط كبير جدا البيم بتبدأ منين؟ من هنا وده السبب اللي قلتك لازم تعمل الجريد عند الول عشان تعرف تبدأ منين؟ البيم هتترسم من هنا لغاية الاخر مش هترسم فوق الول بيم فهاجي من هنا هقول له عايز ارسم بيم هبدأ ارسمها منين؟ اهو من هنا لغاية هنا يبقى انا كده رسمت البيم بتاعتي طب عايز اتأكد ممكن كده اختار دول تقريبا اللي هنا وانا بعمل كنترول زيدي عملت واحدة زيدي وادوس وقول له ريموف سليكشن فروم فيو اهو اهو بيانت كده الكاميرات بس هتأكد برضو من السكشن بتاعها اجيب هنا علامة الصح وادوس على سكشنز وقول له اوكي اهو هي دي البيم جلها رسبتها ودي حتة فاضية مصبوطة عشان هي دي اللي فيها الايه الول هرجع ادوس وقول له شو اول يرجعني كل حاجة فيه هنا هي بلاطة مسحي فهرجع ارسمها تاني او برضو اسفرتين عكسة عقارب الساعة وقول له انتر هلا ايه هكده ايه اهي لما بعمل لاسل اكتت رسمت عايزة اكتب برضو ايه من اريا سكشنز اوكي اوكي كتب اسمها تمامي انا كده رسمت كل البلاطات والكاميرات اللي موجودة عندي ازاي هرسم الاعمدة هشوف الاعمدة هنا كلها مقاس واحد فهروح اختار النقط اللي فيها الاعمدة يعني هنا فيه عمود هرجع كده او هنا فيه عمود وفي الاخر هنا فيه عمود هنا في كل تقاطع فيه عمود وتحت كمان ده كان عمود كلهم قد بعض وهنا فيه عمود وهنا بص انا بعمل او تروح تختارها ودي ودي وهنا 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 طب هنا على الشمال مفيش عمود لا هنا مفيش عمود خلي بالك دي وول مفيش هنا عمود طيب بعد ما اخترتوهم كده الpoints اللي فيها الاعمدة هاجي من edit عنده حاجة اسمها extrude هقوله extrude points to frame انا عايز النقط دي تبقى فيها ايه فيها العمود انهي عمود اللي هو سي 30 في 70 مظبوط كده باختره من هنا طيب انا عايزه يروح في اتجاه اكس ولا اتجاه واي ولا اتجاه زد الاتجاهات هنا مهمة احنا شغالين على بلان فالبلان ده اكس مع واي زي ما هو واضح هنا عندي يبقى انا عايز العمود ده يروح في الاتجاه الثالث اللي هو اتجاه ايه اتجاه زد فتخلي الاكس بزيرو وتخلي الواي بزيرو وتخلي الزد بارتفاع الدور اللي هو بيجايبهولي وقال ليكم مثلا ارتفاع الدور 4 متر فهقول له negative 4 طب ليه negative لان انا عايزه ينزل لتحت مش عايز العمود يطلع لفوق انا البلان ده واقف على العمود نازل لتحت يبقى negative 4 ونمبر كام 1 دور واحد بس انا هعمل دور واحد بس وقول له اوكي تعالى كده نبص في 3D اهو ده كده الايه البلان بتاعي والمنشأ بتاعي مصبوط طيب فاضل الول اللي انا هنا عايز اعمله تعالى بقى بص هنعمل الول ازاي هجيب x y تاني بص ركز معي هقول له draw frame اللي هو كاني عايز ارسم بيم كاني عايز ارسم بيم وركز معي هعمل ايه هات البيم اللي اه نن البيم اللي اسمها نن وارسم من هنا الهنة مكان الول هترسم بيم ودوس escape وبعدين اختارها اختار البيم اللي انت لسه لا اسمها دي وقول له edit extrude extrude line to area extrude line to area المرة اللي فات كان point to frame المرة دي line to area انا عايزها تنزل بانية area بالarea بتاعة الحيطة اللي هي وقول 25 طيب x وال y ولا z برضو دي هتنزل ل z negative 1 1 وتاخد بالك كويس قوي انك لازم تعلم على السطر اللي تحت دا اللي هو delete source object عشان يمسح البيم اللي احنا رسمناها احنا رسمناها بس كحاجة مساعدة عشان اعرف اعمل منها الحيطة لكن هي اصلا مش موجودة فلازم تقول له ان هي delete source object وقول له اوكي واروح برضو اتاكد من 3d اه هتلاقي بقى الدنيا مظبوطة كده هتلاقي plan بتاعك واقف على الاعمدة وادي الحيطة والدنيا كلها زي الفي يبقى انا كده رسمت الشغل بتاعي وعملت الاعمدة والكاميرات والبراطات عايز اعمل اي دلوقتي عايز اجيب اكس واي واحط اللوودز بتاعتي هعمل ايه اختر كل حاجة كده وتعال هنحط اللوود هنحطه عن طريق assign احنا هنحط اللوود على ايه ده perimeter square احنا عندنا load live load perimeter square يعني هيتحط على الarea في الwall load ده perimeter run يعني هيتحط على الbeams خد بالك من دي perimeter square يعني هيتحط على الarea يعني هيتحط على السلابس الwall load عطيولي perimeter run معنى ان perimeter run يعني هحطه على الbeams وهنا cover perimeter square يبقى برضو هحطه على السلابس عشان هوا area فهيجا اقول له assign مش frame load بقى area load uniform area load uniform طيب هحطه في any load pattern حط cover الاول ماشي اتجاه gravity او زي ما الدكتور حتى شرح لك ان احنا هنحطه في اتجاه z ونحطه بالnegative الاثنين صح دكتور شرحها بz انا هشرحها بالgravity هنخليها gravity load بكم الفرق ان بين gravity والz الz بتحطها بالnegative عشان يبقى اتجاه لتحت لكن gravity بتسيبها بالpost فالcover عندنا 1.5 kilonewton per meter square حتى هنا هوا حدط لك الان load وتقول له اوكي وسيبها replace هقول له select get previous selection اختار ال selection اللي فات هتقول لي يا باشمان اسم انا مختار الbeams معايا كمان هو كده مش هيحط ال load عليها لا 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 لان انا ما باجه اقول له assign بقول له assign area load فما يحط لكش load علي اي frame هيحطه علي اريات بس وانا بشتغل من x y تاخد بالك ما تشتغلش ابدا من 3d وانت بتحط ال load تشتغل دايما منين من x y ليه لو انت شغل من 3d واخترت كل حاجة هيختار لك ال wall ويحط لك عليها load وده مش حقيقي باخد بالك من الملحوظة دي وانت شغل بتحط ال load بتشتغل علي x y انا بقول لك الغلطات اللي بتحصل uniform هختار بقى المرة دي ال dead مش بحط عليه حاجة لان انا عامل لكل load pattern الوحدي فمش هحط على dead اي حاجة حاجة حط بقى live live بكام برضو في اتجاه gravity live باتنين ونص 2.5 اقول له اوكي وبرضو replace replace ده يعني هو على نفس pattern هل انا هحط حاجة على pattern القديم لا ده pattern جديد اللي هو live مكنتش حطت عليه قبل كده replace عادي سيبه زي ما ايه اوكي يبقى انا كده ايه حطيت live وحطيت cover عايزة حط ال wall على فكرة انا فيه beams يدخلين سيتها ها ال beams دي اللي هي اللي بالعرض دي والاتنين دول ما رسمتهمش اشتعرها نرسمهم الاول اقول لهو beam مش بننبقى هاتلي اللي هي بي ال beam وارسمهو من هنا لهنا وبعدين دست right click عشان يطلع من امر الرسم ما يكملش معي وعايز ارسم واحدة من هنا لهنا وادوس برضو right click واحدة من هنا لهنا وادوس right click وادوس escape اتأكد ان هما ترسموا وافتح علامة الصح واعلم على sections كده اقول له اوكي اه اترسم اهو تماما هكمل عايز بقى دلوقتي حط load بتاع ال wall ده عبار عن ايه؟ ده حمل الحيطة اللي هي المباني الحوايط اللي هي الطوب الاحمر او ايا كان نوع الطوب الاسمنتي او 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 الحوايط المعمرية ليها وزن الحوايط بتتعامل على الكاميرات فليها وزن فلازم احطه على الكامير لازم احطه على ال beams فبعمل ايه؟ برضو اختار كل حاجة يا باشمانس طب انا كده مختار ال area معايا برضو انا هاجي هنا اقول له حطيلي frame load يعني حمل على الفريمز بس وايه هما الفريمز ال beams فمش هيحط لك حاجة علي فانهي pattern pattern اسمها wall بتسيب كل حاجة زي ما هي وصيبها replace بتيجي بس تغيرها هنا بكام ده بعشرين كيلو نيوتن بير متر رن وتقول له اوكي يبقى انا كده حطيت اللوتز بتاعتي ممكن كده جيب 3d تتفرج كده هو ايه؟ منظر اللوت اهو عندك على الكاميرات بتاخد بالك الحتة دي فاضية مفيهاش كامير اه حتة دي فاضية مفيهاش كامير لان فيها حيط لحد هنا في مشاكل ان شاء الله لا نرجع تاني كده هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل دلوقتي هبدأ في احمال انا كده حطيت اللي هي الاحمال السابتة اللي هي حمل الدد واللايف والكافر والول وكل التفاصيل هبدأ دلوقتي ان انا احط حمل الويند لود معي هاجي كده هقول له define load pattern جديد بقى اسمه ايه؟ اسمه ويند لود هكتب ويند بس كده الطيب عبارة عن ايه؟ عبارة عن ويند self-weight multiplier zero في بقى حاجة هززيد معانا هنا ان انا هاجي اختار ASCE ASCE 7-05 American Society of Civil Engineers سبعة ده كده الاحمال لسنة 2005 هو ده الحمل اللي احنا هنحط به الويند وقول له add new load pattern قبل ما بتطلع بتقول له modify load pattern طبعا احنا في حاجة مهمة جدا ان احنا نعمل save لان ممكن في اي لحظة الفايل يقف ويدرب مننا فما تنساش كل ما تعمل خطوة الاحسن انك تعمل save هنا هقول له modify lateral load pattern modify lateral load pattern اول حاجة هتسبها زي ما هي exposure from extents of rigid diaphragm زي دي هتسبها زي ما هي عشان احنا هنعمل حاجة اسمها create 0.8 و 0.5 create all cases كل الحاجات دي ايه بنسبها زي ما هي مش بنغير فيها اي حاجة بنيجي بس نغير هنا شوية حاجات اول حاجة الwind speed هو بيبقى عايزه بالmile per hour لو هو عندك بالmeter per second يعني غالبا مثلا الكود بتاعنا بيحط لنا الكود المصري بيحط لك حمل او سرعة الرياح بالmeter per second طب انا احاولها ازاي بتضربها المفروض في 3.6 يعني الرقم اللي هو بالmeter per second عشان تحوله mile per hour تضربه في 3.6 وتقسمه على 1.608 احنا غالبا اسكندرية مثلا 45 هنشتغل بمية هنحطها 100 الexposure type هنخليها C ليه المدن الفحالية الimportance factor نسيبه زي ما هو والtopographical factor زي ما هو لان احنا مش بنتكلم على جبال او حاجه كده الجست factor يعني من 0.85 ل1 ممكن نسيبه والdirectionality factor برضه ممكن نحطه 0.51 برضه هنسيبه زي ما هو يبقى انا غيرت ايه بس غيرت اعتبر الwind speed مش اكتر وحاجه اقوله هنا اوكي طبعا لازم هنا create all cases طبعا دكتور شرح لنا cases بتاعت الwind هم 12 حالة هو بيعملون creation لوحد انت مجرد بس بتعمل حالة واحدة تقوله كده اوكي وهقوله اوكي تاني تعالى كده نفتح كده load patterns ثاني بص بقى عندك كام ويند ويند اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشر احداشر اثناشر الاثناشر case اللي الدكتور قالنا عليهم كلهم معمولين عندنا لحد هنا كده في مشكلة ان شاء الله مفيش وبعدين عايز بقى دلوقتي احط حمل الزلازل فهاجي هنا define load pattern وحاجة اقول له ركز بقى معي عشان هنا نعمل خطوات كتير الearthquake pressure او الearthquake load عندنا عبارة عن ست حالات اتجاه X واتجاه Y واتجاه X مع Y واتجاه X ناقص Y هنشوفهم كده مع بعض فأول واحد هنسميه E Q earthquake X نوع quake self-weight multiplier 0 الكود اللي احنا هنشتغل به زي الكود المصري بالظبط اليورو كود اليورو كود 8 اليورو كود 8 اقول له add new load pattern اول ما تعمل له add اقول له modify lateral load pattern ركز بقى معي اول حاجة ارthquake x هنخيبه هو اكيد في global x direction هل ده مترحل شوية؟ لا ده بزيرو الاكسنتريستي ريشيو هنخليها 0 ال time period هنخليه approximate وهنحطه ب 0.05 ده المنشأ اللي بيبقى فيه حوائط زي المنشأ اللي عندنا واللي بيبقى فيه كاميرات بيبقى 0.05 المنشأ اللي فيه frameade بنخليه 0.075 فاحنا عندنا هنا وال فايه 0.05 0.05 هنخلي lateral load pattern program calculated زي ما هو هنيجي هنا country هنخليها اذر ال ground acceleration عندنا في سكندريا كود بيقولك 0.125 ال spectrum type احنا هنشتغل ب spectrum type 1 برضو ده بتاع المدن الساحلية في اليورو كود بتاع المدن الساحلية في الكود المصري هو 2 بس هم هنا مبدلين فاحنا هنشتغل ب 1 ال ground type احنا تربة رملية فاحنشتغل ب C عندك الارقام دي ال spectrum period ال soil factor ال spectrum period tb tc td الارقام دي المفروض انت بتخش الكود تجيبها حسب البلد اللي انت فيها او حسب ال spectrum اللي شغال عليه فالارقام دي في الكود عندنا بالطريقة دي 1.25 ده ال s tb b 0.2 tc b 0.6 td b 2 ال beta factor tb 0.05 دول سابتين والارقام اللي هنا كلها برضو سابتة غيرت ground acceleration spectrum type 1 ground c الارقام دي و behavior factor خليته 5 واللمضة خليتها 1 وقول له اوكي يبقى ده كده اول واحد زلزال في اتجاه x حاجة اعمل واحد تاني e x هخليه e x y يعني في اتجاه x بس في شوية eccentricity ناحية y هقول له add new load pattern وبعدين modify lateral load pattern هرجع كل حاجة اكتبها زي ما هي global x direction بس المراضي هخلي eccentricity 0.05 حاجة هنا خلي دي 0.05 حاجة هنا اول واحد ال ground acceleration 0.125 الارقام بها هي spectrum 1 ده هيبقى c ال s هتبقى 1.25 ال tb هيبقى 0.2 ال tc هيبقى 0.6 ال td ب2 ال beta زي ما هي ال behavior factor ب5 وال lambda ب1 حزود واحد تاني اسمه e earthquake x minus y يعني متزحزح برضو ناحية y بس في الاتجاه العكسي في الاتجاه هقول له add new load pattern modify lateral load pattern global x direction المراضي هخلي كل الارقام الباقية زي ما هي عملها بقى بسرعة كده other وده 0.125 c less 1.25 هنا 0.2 0.6 وده 2 وده 5 يبقى انا عملت تلاتة في اتجاه x زي ما عملتهم هعمل تلاتة زيهم في اتجاه y يبقى اول واحد اسمه ارثق wake y فقول له add new load pattern وبعدين modify lateral load pattern خلي بالك بقى عشان انت هنا دي بتنساها بتسيبها على x لا خليها على y x interesting 0 الباقي كله 0.05 other 0.125 c 1.25 0.2 0.2 2 0.2 0.25 واده 5 واده 5 واده 5 واده 5 اوله e y العكس بقى القاتلة اللي فاتت x y مرادة اناعملها y x add واده ومعدين modify global y مهمة دي حسب بعدين x interesting approximate 0.05 other 0.125 C 1.25 هنا 0.2 0.6 2.5 okay E earthquake Y minus X add and modify lateral load pattern global Y 0.05 0.125 1.25 4.2 0.6 دول زي ما هم ودي خمسة واقول له كده يبقى انت كده زودت ستة حالات بتوع الزلازل بتوعه بتوعك اليورو كود بيبقى زي الكود المصري بس احنا غيرنا الاركام عشان تبقى مظبوطة وهاجي بعد كده اقول له حاجة بقى مهمة قوي دلوقتي هروح اعمل للريات اللي موجودة عندي دي هروح اعمل للريات اللي موجودة عندي ركز معايا بقى في الدفايد ده عشان ده في مهم حاجة مهمة قوي هختار كده صف صف وعمل له دفايد لوحده عشان لو جات لك حاجة صعبة في امتحان او انت عموما انت بتعمل لأي منشأ وقبلك حاجة صعبة تعرف ازاي تقسم لان التقسمات بتاعت الاريات لازم كلها تبقى ماشية مع بعض هنشوف ازاي هقول له ادت هدت اريا دفايد هقول له ادت اريا مسلا لأربعة في ست. اربعة كده في ست. اقول له اوكي. اقصد ايه بقى? ان هما ماشيين كده مع بعض. ادي من الاريال اللي جنبها مفيش نقطة يعني النقط دي كلهم نقط التقاق كده مفيش نقطة جاية على خط. او نقطة مش جاية على النقطة اللي بعدها. فتاخد بالك ان ده مهم قوي ان العدد ده يبقى مزبوط. ادي اربعة في ستة كده. طيب وحيفرق معنا في حاجة تانية قدام. هختار دول. مسلا دول اقل. يعني المساحة بتاعتها اللي تحت دي كاته اربعة متر اللي فوق دي تلاتة متر. فممكن كده اقول له. لازم فيه اتجاه اللي هو الانهي اتجاه دول يبقوا زي بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى فيه اتجاه اربعة. الانتهيات تاني ممكن بدل ستة مسلا خليه خمسة. او خليه اربعة برضو. او اربعة في اربعة. او بص ما يفرقش. اهم حاجة ايه? ان ما جيتش تعال بص. هعمل لك كده تجربة عشان تفهم قصدي. عمد كنترول زد. هختار كده البلاطات دي. اقول له خليها مسلا ايه? خمسة في اربعة في اربعة. كده. اوكي. المنظر ده غلط تماما. المنشأ ده هيطلع لك النتاج مش مظبوطة ليه? النقط مش مع بعض. كده دول مش مقريين على بعض. بص النقطة دي جاية على خط. و مش متواصلين كده ببعض. فدبعا المنظر ده غلط تماما. هدوس كنترول زد وارجع بقى اعملها صح. اهو. هقول له بقى اربعة في اربعة. طيب اختار اللي فوق. دي بقى كبيرة مسلا. اهم حاجة انهي. اهم حاجة اللي اربعة يبقوا مظبوطين. فهختار كده. وده السبب اللي قلت لك هترسم كل تقسيمة. بعد ما تعمل ترسم كل تقسيمة لوحدة. حتى لو هي كتكون لها حتة واحدة على بعض عشان موضوع ده دلوقتي. اربعة. اهم حاجة اللي اتجاه ده اربعة اللي اتجاه ده اي حاجة. خليه مسلا سبعة. اهو. لا احنا كده عكاسنا. فقدوس كنترول زد. هختار دي الواحدة. واقول له اهو. وهقول لك السبب. تعالك كده اللي اختارهم اهو. خليها مسلا سبع فاربعة. هتطلع غلط برضو. بس انا هفهمت ليه. بص برضو دي بس اللي مظبوطة. دول مش مظبوطين. ليه? طريقة رسمك لدول غير الطريقة رسمك لدول. يعني انت مسلا لو انت بترسم عكس عقارب الساعة. ممكن تكون بدأت من النقطة دي. ومشيت كده. لكن في دول بدأت من النقطة تانية. فتلع الرسم مختلف. فهنعمل كنترول زد. ونقسم كل حتة لوحدة. دي هقول له. divide. edit. edit area. divide. انا بطلع لك المشاكل اللي هتظهر لك. سبع فاربعة. وقول له اوكي. دي ثلاث مظبوطة. تعال بقى اختار دي. ودي. لان دول كانوا طالعين زي بعض. فقول له edit area. divide. وهبدل بقى. خلي دي اربعة. في سبعة. العكس. اهو. زبطت كده. خدت بالك بقى من الموضوع ده. اهم حاجة ان انا مفيش نقط مش ملتقية على بعض. كل نقط ملتقية مع بعض. يبقى انا كده صح. في كمان حاجة تانية لازم اقسمها. ايه هي? الحيطة. هجيب كده. الحيطة دي لازم تتقسم. لان هي برضو ايه? area. فاختارها. طيب. ليه بقى برضو مهم موضوع العدد ان انا اقسم بالعدد؟ العدد اللي متقسم عشان لازم تبقى ماشية مع الاسلاب اللي مسكة فيها. فدول كم واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة في الاتجاه ده. فقول له edit area. divide. هقول له مسلا ستة في خمسة. ايه. وهجرب وقول له اوكي. او بصت لقيتهم ايه? ماشيين كده ايه? مع بعض. طب لو كان طلعها مش مزبوطين. او انت مسا ممكن ترح دماغك. خالص. وتختارها مش دول ستة. ما تقسمها ستة في ستة. احنا مش بنشترط عليك عدد معين خالص. المهم ان هي تتقسم لمسافات صغيرة. فخليها ستة في ستة بحيس انك تبقى ضامن ان هي تطلع صح. او. بس. يبقى انت متأكد كده ستة في ستة هوم. كده تلقوا ايه? مزبوطين. دي كده ايه? حاجة مهمة جلد. طيب. انا دلوقتي عملت دور واحد. الدور ده انا عايز اقرره. فهعمل ايه? بصي سيدي معي. هجيب فيو. انا ما صلت لك دولار بعض دور. هجيب فيو. ستة. ثريدي فيو. ركز معي. ست ثريدي فيو. هقوله. اكس زاد ابريتشر زيرو. تاني. فيو. ست ثريدي فيو. اكس زاد ابريتشر زيرو. اوكي. هو كده موقفني في الاليفيشن. بس في ثريدي يعني جايب لي كل المنشأ ورايا. فهعمل ايه? هختار كده كل حاجة. هختار كل حاجة. وهجي اقول له ادت. ريفليكيت. ارتفاع الدور كان كام? اربعة متر. فهقول له دي زاد بكام? باربعة. طيب. عايز كام دور? عايز اربعة ادوار. او. تاخد دلك انك تشيل بقى العلامة من delete original objects عشان ما يشلكش. الدور اصلا اللي انت عامله ده. انا مش عايزه يشيله. فتشيل العلامة دي عشان يفضل مخل الدور اللي احنا عملناه ده ما يشلهوش. وتقول له ايه? اوكي. تلاقيه بقى اعملك اهو الادوار ايه بتاعتك? ادي الدور الاول التاني التالت الرابع. ودي الخامس بتاعي لو كانوا ايه? خمس ادوار. ويبقى اعملي كده المنشأ اهو بتاعي. طبعا انا عملت الريبليكيت اهو امتى? في الاخر بعد ما خلصت احملي ايه? كلها. خلصت كده لا فيه شوية خطوات. السابورت محطتهمش وانا قصد محطتهمش وتاخد بالك انك ما يفعش تحطهم غير في الوقت ده. ايه ينفع تحطهم في الاول بس انا هخاف عليك من السليكشن وانك ممكن وانت بتعمل ريبليكيت تعمل ريبليكيت بالسابورت وده غلط. فاحسن وقت تحطه بعد الريبليكيت. هاجيب تاني view. sets ready view. xz aperture zero اوكي. هيجيبلي هاي العمورة كلها. هعمل ايه? بس تختار بويندو سليكشن كده صغير قوي. النقط اللي تحت دي كده كلها. اهو تاني كده اهو. بويندو سليكشن ما يجيبش غير حتة صغيرة قوي من المنشأ بتاعي. اهو. هيختار لك كل النقط اللي تحت في المنشأ وتيجي تقول له assign joint. restrain hinge. اوكي. اهي? ادي الهنجات بتاعتي كده هتحطت للعمارة بحطها تحت بس. وللول كده مظبوط ما فيش اي مشكلة. حاجة كمان هنيجي كده نختار المنشأ بالكامل. هختار المنشأ بالكامل. او control A. control A. عشان تريح دماغك. هتقول له assign. نعمل بقى الديافرام اللي هو هيحط عليه الويندو والإيرث كويك. احنا كل ده ما عمل نوش. joint constrain. assign joint constrain. هتقول له define joint constrain. نوع ايه؟ نوع دايفرام. add new constrain. زاد وتحط تعلم على دي. assign a different diaphragm constrain to each different selected z level. اهو اوكي. عشان احنا هنا بنعمل واحد هو هيعمل للمنشأ كله. اقول له اوكي. اقول له كمان. اوكي. اختار بقى دي. خلي بالاكت كده ما عملتوش. انت كده عملتلو define بس. لازم تختاره وتقول له اوكي. هتأكد ازاي النقطة عمل. دوس right click كده على اي نقطة. هتلاقي لازم يكون عندها نوع دايفرام. اهو دا حتى في لفل 16. دوس كده في نقطة تاني. اهو. داية عمل دايفرام في لفل 12. وهكزا. يبقى انا كده عملتل دايفرام في المنشأ كله. هاجي تاني على define. هحط بقى حاجة اسمها الماس سورس. الماس سورس. ودي حاجة برضو مهمة جدا. الارث كويك لود مش هيشتغل من غيرها. فاقول له الماس سورس. هتقول له add new ماس سورس. ايا كان مش مهمة وايه. هتختاره من ايه من اللوت باترن. هتشيل دي. وتخلي الماس سورس. من اللوت باترنس بس. الماس سورس تاني. من اللوت باترنس بس او. هدوس cancel حتى. وهعدل اللي موجود دا. هقول له modify. وهخليه من اللوت باترن. وهشيل دي. ادد لوت ب1. وهقول له add. وهجيب الليف. والمultiplier بتاع 0.25. قد بيقول لنا كده. وقول له add. لازم اعمل حاجة اسمها الماس سورس. الدد. من الاسبيس فائد لوت باترنس. الدد بواحد. واللايف بـ 0.25. واقول له اوكي. واقول له اوكي. وبعدين هقول له design. احنا بنعمل concrete frame design. view revised preferences. هختار الكود بتاعي. مش اللي هو مختار هنا لشينيز. فهقول له لا. ACI 318 لسنة 2008. هو ده اللي بنشتغل بي. ACI 318. American Concrete Institute. تلتمية وتمنتاشر ده الكود بتاع الخرصانة. داش O08 اللي هو السنة 2008. وهقول له اوكي. هرجع define load combinations. هزود انا combo واحد. هقول له add new combo. اللي هي بتاع deflection. 1.4 dead load. وخلي بلاك شو ما تتلغبطش. 1.6 قصدي. ال dead load. انا اتلغبطة. 1.6 dead load. plus 1.4 live load. اي حاجة dead. هضربها هنا في scale factor. 1.6. اقول له add. فالcover ده dead. ال dead. برضو dead. عندي اي dead تاني. ال wall. فين حمل ال wall. احو. برضو في 1.6. هزود اللي في كمان. احو. بس اللي في هضربه في كم؟ في 1.4. واقول له add. يبقى انا زودت اي حاجة ليه علاقة بال dead load. اضربتها في scale factor 1.6. واي حاجة ليه علاقة بالlive يبقى اي. 1.4. هقول له اوكي. ده الوحيد اللي احنا بنزوده. وبعدين بقول له add default design combos. concrete frame design. واقول له اوكي. هيزود لك هو طبعا حالات كتير 98 combination. دول بتعقود. واقول له اوكي. يبقى انت كده تقريبا كده خلصت المنشأ بتاعك كله وتقدر تدلوقتي تعمله run. وايه هتقول له run now. طبعا احنا ما سيبناش كل ده وده خطأ كارسي يعني. ما ينفاقى تعمل كده. فحكتب هنا. اوه multi-story. ما سيبناش كل ده. اوه عشان يعمل run لازم يسايف. واخد وقت اصلا عشان يعمل ويعمل analysis. ادي اهو المنظر بتاعي. بتاع له كده نتفرج على الانيميشن. من جبلك الدفل. من مسلا ايرس كويك او تعال نشوف ملوين ده مسلا. هيبقى شكله عامل ده مسلا. هيبقى شكله عامل. ايجا هنا اولوك من دونس. اوه بلاش كده اشنا راضي. اعمل كده. تعال نعمل start animation. طبعا طيل جدا. عشان احنا محطين حيات كتير واحمل windows وزلازل. طبعا هو ايه معلق شوية مش راضي يعمل animation مضبوط. حلوس. هنوقفه بقى احسن عشان ايه ما يدربش مننا خالص. اه لو في بقى اي حد هيبقى عنده اي سؤال تقدروا تبعثوا لي. ايه لو في اي مشكلة. ونقدر نشوفها سهو ان شاء الله. شكرا.